بكم في تتمة الدرس الرابع الأعداد الصحيحة الجمع والطرح والضرب إذن سنشتغل على الصفحة رقم 23 في هذه الحصة الحصة الخامسة أتمرن من جديد أولا أحسب إن عندنا 14 زائد 27 زائد 36 إن نحسبه 14 زائد 36 ثم دكشير القناة قد نضيفه له 27 نلاحظه 14 زائد 36 10 كتبه 0 وإحتفظه بـ 1 وهي 4 زائد 6 3 4 5 5 زائد 27 50 زائد 20 7 والسبعة 77 ثم 21 زائد 19 ده نلاحظه 20 30 9 1 10 40 لما نجد العملية 40 زائد 16 40 5 56 5 ثم 30 30 40 10 50 50 2 30 30 40 30 40 40 40 40 60 تشوف الخطأ الوارد في إحدى العمليتين استعمل الحسين وهند خاصية الضرب لحساب 5 في 4 زائد 2 على الشكل التالي هند أنجزت التالي ذات 5 في 4 زائد 5 في 2 5 في 4 زائد 5 في 2 أما الحسين فقد أنجز ما يلي ذات 5 في 4 في 5 في 2 فأيهما جوابه صحيح فالجواب الصحيح من اللي كنديره توزيعية الضرب على الجمع فكنديره 5 في 4 زائد 5 في 2 وليس في 5 في 2 إذا الجواب الصحيح عنده هند 5 في 4 كم يساوي 20 زائد 5 في 2 10 20 زائد 10 يساوي 3 30 ثالثا ألاحظ ثم أكتب العدد المناسب في المكان المناسب ثم أحسب إذن عندنا هذا المستطيل كنلاحظ الطول دياله 8 والعرض دياله 4 أما هذا المستطيل فكنلاحظ طول دياله هذا هو الطول دياله وهذا العرض دياله 4 ثلاثة إذن لحسابي 4 في 8 زائد 3 غدين ديره 4 في 8 زائد 4 في 3 ثلاثة ليهي كم؟ ليهي 4 في 8 زائد 3 ممكن ديره بطريقة أخرى 4 في 8 زائد 3 8 زائد 3 11 4 في 11 24 أو لا ممكن ديره 4 في 8 32 نكتبه 32 زائد 4 في 3 12 12 زائد 32 ثم نحصل على 44 ليهي كلنا 4 في 11 44 ثم ندنا 4 في 6 زائد 3 4 في 6 زائد ثلاثة ليهي 4 في 6 زائد 4 في 3 أولا ليهي 4 في 9 4 في 9 يساوي 6 وثلاثة 4 ثلاثة يساوي أخذ ثلاثة المجدد ونحصل على المجدد يعني سنحدد الخطأ في كل عمليات ومن صحه 6 ثلاثة 14 كتبوا 4 واحتفظوا بواحد 19 إذن نحن هنا 17 وليس 16 إذن الخطأ هنا 6 زائد 8 14 كتبوا 4 واحتفظوا بواحد 19 17 كتبوا 7 واحتفظوا بواحد 6 7 زائد 13 كتبوا 0 واحتفظوا بواحد 4 5 6 6 للمجموع هو 6074 وليس 616 ثم عملية الطرح 6 ناقص 8 ليساوي 8 وليس إثنان للعملية خاطئة 6 ناقص 8 ليساوي 8 9 ناقص 8 واحد 3 ناقص 6 ليساوي 13 ناقص 6 يساوي 7 4 ناقص 2 يساوي 2 إذن الفرق هو 2728 لإجرسيس 5 دي ليفر دوافتتخم بالي دون 40 بواد كنتنون 15 ليفر شاكوين يعني واحد الكتوب يخصن جمعوهم فربعين علبة كل علبة كتحتوي 15 كتاب يعني من بين الاختراحات كيف هو الاقتراح باش نلقاه العدد الإجمالي ديال الكتوب الاقتراح الأول أديسيوني 15 40 هنديروا الجمع 40 مع 15 نبقى خمسة عشر من أربعين نقصو من ربعين خمسة عشر ملتيبليي كنز بار كارونت هنضربوه خمسة عشر في أربعين دي ديفيزي كارونت بار كنز او الا نقسموه أربعين على خمسة عشر إذن قلنا باش نجمعو هاد الكتوب هادو هذي نحتاجو ربعين علبة وكل علبة كتحتوي خمسة عشر كتاب فشح المكتب عندنا إذن عدد الكتوب هو أربعين في خمسة عشر ليه هو الاقتراح سي ملتيبليي كنز بار كارونت نضربو خمسة عشر في أربعين باش نلقوا عدد الكتوب نضربو خمسة عشر في أربعون إما نحسبوها أضعوه وأنجزو أولا نحسبوها نضربو خمسة عشر في أربعون اللي هي كتساوي خمسة عشر في ماذا نضربو ثلاثون زائد عشرة خمسة عشر في ثلاثون خمسة عشر في ثلاثون أربعمائة وخمسون لأنه خمسة عشر في ثلاثة خمسة وأربعون نضيفو السفر زائد خمسة عشر في عشرة مئة وخمسون أربعمائة خمسمائة ستة مئة إذن عدد الكتوب هو ستة مئة أيضا نضربو أنجزو ستة مئة ستة مئة نضيفو أربعة في خمسة عشر نكتبو صفر واحتفظو بإثنان أربعة في واحد أربعة والإثناني ستة مئة ونضيفو الصفر لاحظو ستة مئة أيضا حساب كالكول ضرب ملتبليكاسيون فرق ديفيغانس طرحون مجموع صام جمع أديسيون